هذا الدرس الثالث اللي أخدناه معاكم اليوم معنا هذا الدرس بنعمة الرب اليوم رح ندرس زي ما أنا قلت آخر إشي عدنا حقا متبقين بعدين رح نرود على هذه الأسئلة اللي هي هل يمكن للشياطين أن ينجذبوا جنسيا لجمال البشر يعني نشكر يسوع الرب قبل ما نحكي بالدرس شفتوا أنت بعيونكم هذا الحكي ويمارسون معهم الجنس علامات وجود الأزواج الروحيين وكيفية التعامل معهم بالمناسبة في نوعين زوج روحي رجل وامرأة مش بتكلم عن جنس الشيطان لا بتكلم عن زوج لامرأة وزوجة للرجل هل يوجد أطفال نتيجة هذه العلاقة هل ممكن يكون نتيجة العلاقة بين مع هذا النوع من الأرواح هل يوجد أطفال بعض الأوقات ولا لا رح ندرس هذا الكلام كمان منهم الأرواح المرشحة لهذا العمل وكيفية يجب التحرير الكامل خلونا نأخذ بس الأول 11 و 12 الأبواب الأخيرة للحقوق الشرعية وهون في باب مهم اسمه الديانات الكاذبة والباطلة والمزيفة لو أنا كنت بتعامل مع شخص من خلفية أخرى أو عنده روح التديون مسيحي متدين أو غير مسيحي لازم نفهم هاي النقطة هامة جدا أنه الطريق إلى السماء أو الطريق إلى الآب أو الطريق إلى الملكوت هو الطريق واحد لا يوجد طريق آخر بعض الأوقات يعني إحنا ننحرج من الناس لما يطلبوا من عدنا من غير المسيحيين أو المسيحيين المتدينين أن نصلي معاه وهو داخل بروح تديون أو روح مش مسيحية هذا مشكلة لازم نفكر بهذا الكلام نقول للشخص ما في عدنا طريقة غير اسم يسوع المسيح موته الكفاري عنك هو الطريقة الوحيدة لنجاتك شفته من دقائق كيف كان بيناقشني لوسيفر كان بيقول لي أنه أنا أخذتها للجنة يقصد بهاي الجنة هي الجنة المزيفة اللي هو خلقها اللي هو خلاها ورح نشوف العدو لما يدخل فيه إنسان عن طريق الزوج أو الزواج الروحي رح نشوف هذا الحكي بعد شوي كيف هو موجود لذلك لازم ننتبه الطريق الواحد إلى السماء من هذا الطريق إذا أنت تتعامل مع شخص غير مسيحي لازم تنتبه على هذا الموضوع أي ديانات باطلة أخرى بعض الناس تجي تقول لي طب كيف بيحرروا المسلمين الشياطين من الناس كيف يحصل ما في تحرير أو أول ما يحكي معه يسأله عن دينه وقول له أنت شو ديانتك وتعال ابقى مسلم أي مسلم للشياطين فانتبهوا من بعض التعليمات لأن المسلم تحريره أو غير المسلم أو البودي أو الناس اللي هنود الهند عندهم خمس أرواح شريرة مرتبطة بالناس يعني معروفة مش وقتها لكنه انتبه التحرير مع شخص غير مسيحي لازم تحكي معاه أولا عن طبول الرب يسوع مخلص شخصي المتدين نفس الحالة لازم يقبل يسوع رب وسيد زي ما أنا عملت شفتوني من دقائق صليت لأجل قبول يسوع حتى لو هي مسيحية لازم إرادتها تتحرر من الشياطين إذا كان هذا الشخص على استعداد لقبول يسوع باعتبار الرب والمخلص الحقيقي راح نتمكن من تحرير هذا الإنسان إذا كان لا ما يعترف بيسوع رب ومخلص راح يكون صلاة فقط بالنعمة وهي الصلاة بعض الأوقات ما تكون لها نتائج قوية يحصل إفهارات لكنه ما تحصل نتائج تحرير كامل شو أعمل؟ اطلب منهم أن يتخلوا رسميا عن ولائهم للدين أو العبادة الباطلة السابقة التي كانوا منخرطين فيها يمكن تقول لي الصعب يمكن تقول لي مستحيل يمكن تقول لي البلد اللي أنا فيه أنا بعذرك ولكن اللي راح يجيك هو شخص معذب هو شخص مسجون هو شخص ينام باليوم 18 ساعة هو شخص يشوف الشياطين فلما أنت تجي تحكي معاه عن يسوع المسيح وقبول يسوع المسيح والطريق للخروج هو يسوع المسيح اترك التحرك الإلهي اترك الرب يتعامل لا أن تتخطط للسلوب أو الطريقة أو الأظهار أو المعجزة اللي راح تحصل اترك الروح القدس يتصرف أنت فقط ارمي الكلمة أنت فقط قدم العرض واترك للروح القدس الكيفية في التعامل مع هذا الإنسان لا أنت الظل تحرث بالطريقة لازم تخرج الشياطين لا مشارك لو اكتفيت فقط بإطلاق كلمة القبول لهذا الإنسان مباشرة هذا الإنسان راح يحصل معاه آية من عند الرب ممكن ما يفقد الوعي ممكن يبقى صاحي نصفيا يعني جزء العقل والإرادة والعين يكون مفتوحة لكن الفم ما يكون تحت سلطان هذا الإنسان فاترك للروح القدس زي ما اتفقنا بعد ما تقود هذا الإنسان إلى قبول الرب يسوع مخلص شخصي لحياته تدخل بالخطوة الثانية المباشرة اللي هي تتعامل مباشرة مع الشياطين بس يقبل يسوع أنا ليه بقول هذا الكلام لأن هذا ما عنده خلفية مش مزبوطة يعني هذا خلفية وبالنسبة للمسيحية زيرو ما عنده مثل ما متقول مثلا الشخص مسيحي لكنه متعلق بالتماثيل ومتعلق بالصور فتحتاج أنت تقول له شيل زيل ارفع ودي يجيب هذا ما عنده هذا عنده فقط يجي للرب يقبل للرب مخلص مباشرة تتعامل مع الأرواح الشريرة ومع الشياطين وتخبر وهذه مهمة ثم أنا عملت من دقائق تخبر للشياطين تقول للشياطين هذا الإنسان أصبح خليقة جديدة تماما في يسوع المسيح وهو ينتمي للمسيح هاي الكلمات مهمة يعني لا تعبر وتقول لا هاي لازم تقول للأرواح الشريرة أنه قبل يسوع أصبح خليقة جديدة هو ينتمي الآن إلى المسيح وكل الحقوق القانونية اللي أنتو أخذتوها عليه أزيلت وكسرت بالكامل هذا أنت لما تصلي معه الصلاوات اللي حكيناها بالأسابيع الماضية والآن تخلى تماما عن كل الروابط وعن كل الولاء للدين الآخر وهذا نقطة فاصلة جدا لأنه لما بدك تعرف شخص فعلا فعلا هو أخذ قرار القبول بصدق رح تلاقيه فعلا أنه هو تخلى يعني رح تلاقيه يقول لك اي أنا متخلي أنا ما عندي ولاء للأشياء الأي شيء اللي انخرطت فيه بالسابق لما يحكي هذا الكلام بإيمان حقيقي يتخلى عن عن هاي الروابط يتخلى عن الولاء يتخلى عن العبادة الزائفة يتخلى عن الأشياء اللي انخرط فيها بالسابق والحقوق القانونية مباشرة رح يكون طريقة التحرير سهلة جدا الشياطين رح تخرج بعد ما أنت تأمرها بالخروج من هذا الإنسان فمش رح تأخذ معاه وقت طويل لأنه هاي الشياطين أصلا ما عندها الكثير من الحقوق القانونية زي ما تكون مع شخص بمارس السحر أو شخص يكون على حياته أشياء أخرى طيب نقطة الأخيرة بموضوع الحقوق القانونية هو الأشياء والكائنات والمناطق والمباني الملعونة أيضا هذه أبواب للحقوق القانونية انتبوا على كلامي الأشياء رقم واحد الكائنات الحيوانات ثلاثة المناطق أربعة المباني الملعونة هذه الأشياء كلها تفتح أبواب الأرواح الشريرة المجال الرئيسي الآخر الذي تحب الشياطين اللعب فيه هو الأشياء الملعونة رح أوضح بعد دقيق شو معنى يمكن للشياطين أن تلتصق حرفيا بأنواع معينة من الأشياء وإذا حدث أن قام شخص ما بأحضار أحد هذه الأشياء الملعونة إلى منزله فيمكن للشياطين أن تبدأ بعد ذلك في مهاجمة الأشخاص الذين يعيشون في المنزل نتيجة تعلقهم بهذه الأشياء يعني من خبرتي الشخصية التي أنتم تعرفوها التي أنا مطلع عليها بشكل شخصي حتى الأشياء التي هي تماثيل القديسين التي تشترى وتباع وتعمل صدقوني أنا بقولها الكلام أمام الراب حتى هذه التماثيل عليها لعنات عليها لعنات يا أخوة يعني رح أقول لك جهتين لللعنة جهة الأولى المصنع المصنع اللي بيقوم بتصنيع هذه الأشياء بيل عنها أنت جاي تشتري بتفكر أنه هاي طريقة ووسيطة ويلا بدي أتذكر لا هذه الفكرة مش بالقديس لا تفهموني غلط الفكرة بأنه هذه الأشياء ملعونة نتيجة لعنة الصانع الأول اللي هو المنقاض من أرواح شغيرة فيل عنها وانت تيجي تأخذ هاي الأشياء تخليها ببيتك وتكرس بيتك إلها هي أيضا تلعم بسبب التكريس اللي انت عاملوا لبيتك فمش بس انت انت أولادك الناس تيجي عندك ضيوفك الناس اللي تدخل بيتك كلها تصبح عرضة أو تحت تأثير الأرواح الشغيرة بسبب الأشياء الملعونة اللي موجودة داخل بيتك فلازم تنتبه من هذه الأشياء الحق القانوني الذي يستخدمونه الآن سيكون هو الشيء الملعون نفسه لما أجي أنا أصلي مع واحد عنده روح شغيرة ويقول لي هذا الروح أنا دخلت عن طريق التمثال عن طريق الصورة عن طريق أشياء جابها مباشرة أنا بعرف هو هذا الحق القانوني اللي أنت تشتري اللي أنت تدفع فيه مصاري اللي أنت تقبله بيتك اللي أنت تفتح بيتك إله راح تقول لي طب يعني الكنيسة مو عارفين هذا الكلام ليه بيجيبوا أنا ما دخلني بالكنيسة أنا دخلني فيك أنت أنت ممكن تكون حالتك سيئة بسبب هذا الموضوع راح تقول لي أنا ما بعبد ما بعبد هذه التماثيل راح أقول لك شي واحد بس التمثال أو الصورة اللي عندك إذا انكسر أو صورة قطعت هل هذا راح يأثر جواتك ولا لا خليك أمين مع الرب إذا شفت نفسك بتتأثر بهاي الأشياء أو شو انكسر وتبدأ تفكر أعرف أنه في أرواح خلف هذه الأشياء لازم تتعامل معها الكتاب المقدس واضح بالوصية الثانية وواضح أيضا بتثنية سبعة بيقول وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار هي تماثيل آلهة حولنا البشر إلى آلهة لا تشتهي فضة ولا ذهبها فضتها أو ذهبها ذهبا مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به لأنه رجس عند الرب إلهك ولا تدخل رجسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم هذه وصية انتبه هذه وصية لا تشتهي فضة ولا ذهب ما عليها تأخذها لك بعض الأوقات مش فضة وذهب بعض الأوقات بنأخذ قطع قماش بنأخذ كعكة القديس الفلاني بنشرب ميت القديس الفلاني انتبه لا تأخذ شيء منها ليه لألا تصاد به عامل زي الفخ بتصيدك بتصيدك لأنه رجس عند الرب إلهك ولا تدخل رجس إلى بيتك لا تجيبها إلى بيتك تخلص منها لأما تماثيل آلياتهم تحرقونها بالنار يعني كسرها وتروح تحرقها لأنه هذه ممكن تكون سبب ضرر إليك والعائلتك طيب المجال الآخر الذي يمكن أن يتعرض فيه الناس للمشاكل هو عندما يسافرون نحن بنحكي بالنقطة رقم 12 الأشياء الملعونة والأراض الملعونة لما أنت تسافر إلى الخارج وتجيب أشياء من بلد آخر تماثيل لوحات رسومات مجوهرات انتبه على كل هذه الأشياء انتبه على كل هذه الأشياء يا أخوة من فضلك انتبه على الأشياء التي تجيب ها من بره أنت تجيب ها فقط لأنك تذكر البلد التي جيت من عنده صدقوني كنت في بيت كان الأب يشتغل بالسفارة العراقية بالهند بالهند تخيلوا فالسفير العراقي بالهند فكانوا بالهنود يجيبوا له الآلهة تبعه هدايا بيته امتلى بالفيلة بيته امتلى وانا جالس عنده وبدأت أصلي بنته من خلال عفوا الصدر منطقة الصدر طلع عظم لبرة بدل عظم يخرج للخارج وبيت البنت تفقد والثانية بيت تتصرخ تقول لي أنا بشوف هياك العظمية تتحرك جوات البيت والمرض مليان البيت والفقر وهو سفير إلى أنصار تحرير تحرير من هذه الأرواح اللي دخلت معهم من الهند هما كل مفاكرين هذه هدايا هس هدايا ملعونة تنين ملعون شو اسمه هذا المليان نسيت اسمه انتبه كل شيء كل عبادة بوذة بوذة عفيا مش عارفين بوذة بس بوذة بوذة لا تخلي بوذة ببيتك لا تخلي أشياء ببيتك العيون الزرقة هذه كلها عبادة للأرواح الشريرة هذه كلها تفتح إليك أبواب حتى الأرواح اتهاجمك إذا انتبه من هذه المجوهرات لإله أجنبي أو من أمة وثنية يمكن أن تصبح أيضا نقطة دخول رئيسية للشياطين حتى تتمكن من الدخول إلى منزلك بس تدخل بيتك بس تدخل بيتك خلص انتهى الموضوع رح تبتدي عائلتك يمكن تكون أنت مش كثير متأثر لكن عائلتك أولادك يحلمون أحلام مزعجة لازم تنتبه إلى هذا الموضوع إذا كانت الشياطين مرتبطة بالشيء الذي أحضرته للتو إلى المنزل وسمحت له بالبقاء في منزلك فستتمكن الشياطين بعد ذلك من إنشاء متجر يعني شوي شوي مثل المحل في منزلك والبدأ في مهاجمة مختلف أفراد عائلتك المشكلة بهذه الأشياء أنه مش بس أنت اللي رح تتهاجم كل أفراد عائلتك إذا كان لدى الشخص الذي تعمل معه بالصدفة الشياطين تتجول في منزله نتيجة لارتباطه بشيء معين أحضره معهم المنزل فأطلب منه اتخاذ الخطوات لو واحد قال لك أنا بتهاجم بس أنا بيتي مليان بالتماثيل كيف تتعامل مع هذا الشخص اللي عنده هاي التماثيل أو هذا الصور أول شيء علم هذا الشخص وإنت خده كمحرر إلى هذا الموضوع اذهب أمام الرب واعترف بهذه كخطيئة أمام روح توب عن الموضوع اللي أنت عملته هذه أول خطوة روح توب لا تقول لي ما لها قيمة أنا شلت أشياء من البيوت صدقوني أنا كنت ببيت رفعت منه صورة مصنوعة من الفضة ومصنوعة من مواد غريبة جدا الروح القدس قادني إلها أخذنا ساعتين بدنا نحرق هذه الصورة ما قدرنا مش عارفين من شو مصنوعة خلينا عليها كل أنواع الأشياء اللي تحرقها وآخر شيء لما احترقت طلعت نار بشكل غريب وكأنه شيطان طلع منها فانتبع ممكن تكون أنت شخص ذكي عندك شهادة عندك معرفة لكنك فقير مضروب ماديا مضروب صحيا أولادك مضروبين وانت بتقول ليه أنا مضروب ليه أنا بسبب هذه الأشياء خذ الأشي اللي أنت جبته من برا خذه لا تستغليه لا تستغليه كسره احرقه اربيه برات بيتك روح عند الراب أول خطوة اذهب أمام الراب اعترف بهذا الموضوع كخطية اخبره أنك آسف وأنك لم تكن تعلم أنه هذا الشيء بالتحديد ملعون بوجود الشياطين عليه ثاني خطوة احرق وارمي هذا الشيء الملعون حتى يتم إزالته بالكامل من منزلك ثم قم بتنظيف المنزل بالكامل هذه التعليمات مهمة لازم تعملها كيف أتعامل مع الأماكن والمباني الملعونة أولا لو أنت اشتريت بيت جديد وما تعرف هذا البيت في مشكلة ولا لا لكنك أنت عندك معاناة جواة هذا البيت ويمكن بتفكر تقول أنا جيت من بيت لبيت يعني هذا البيت جديد لا ممكن تكون في خط ما بين البيتين اللي أنت اشتريتها على أصحاب المنازل الجدد سيتعين عليهم القيام بتنظيف كامل للمنزل عند انتقالهم إلى يجب أن يتجول حول محيط المنزل تطلع برات بيتك إذا أنت بيتك سينجل يعني بيتك منفرد لو كان بيتك شقة من الداخل وتاخد لفة جواة البيت وتطلب حول محيط المنزل ويطلبون الرب الأرض تطلب الرب يتملك على بيتك وعلى أرضك مش بس على البيت مش بس على البيت مش على الجدران فقط الأرض مهمة ثم يرش دم يسوع اعلن يا رب يسوع أنا برج دمك حوالين كل المنزل والأرض حتى يتمكنوا من الحصول على حماية كاملة على جميع المنتلكات ثاني خطوة خد زيت اللي صلينا عليه اليوم قم بدهن كل غرفة من الغرف هذا الكلام لو أنت شكيت بوجود شياطين ببيتك وأحلام وبيتك بيتماثيل وهلأ أنت عم تنظف هذه الخطوات إليك قم بمسح بيتك بدهن كل غرفة من الغرف الرئيسية في المنزل عن طريق وضع الزيت الممسوح على أسطح مداخل كل غرفة من الغرف يعني على الباب من خارج وعلى الأماكن اللي كان عليها هاي التماثيل والسوات أعلم أن كل غرفة من الغرف للرب وأأمر أي شياطين لا يزالون هناك أن يرحلوا باسم يسوع ذكر الشيطان هو عامل زي الحشرة يععد على هاي الأشياء لأن هاي مكان راحته فأنت من الشير هذا الإشي ممكن ينط على مكان ثاني مكان اللي هي كانت أعدى فيه فأنت تاخد الزيت على المكان نفسه اللي أنت واضع فيه هذا التمثال أو هاي الصورة وتعلن تكريسه بالكامل إلى الرب يسوع عند القيام بتنظيف المنزل أخبر الشياطين هذا لازم تحكي جواة البيت لأن أنت صاحب البيت أنت صاحب الملكية حتى لو أنت مؤجر أخبر الشياطين أيضا أنك الآن مالك المنزل الجديد وأنك لم تمنعهم لم تمنعهم أي حقوق قانونية ليتمكنوا من الارتباط لك أنت لما تحكي حتى لو أنت مشايف لكن لما تحكي في عالم الروح هي تسمع وأنه سيتعين عليهم الآن مغادرة منزلك تخيل إنسان قدامك وبدك تطرده من البيت بعد ما أنت اشتريته كيف رح تتكلم معه بهذه الطريقة البيت أصبح ملكيتي أنا ما عطيتك أي حق تدخل إلى بيتي تفضل اطلع بره البيت اطرد الشياطين مغادرة منزلك الجديد وليس لك علاقة على الإطلاق مع المالكين السابقين أو أي شيء آخر هذا الكلام مهم أنك تعلنه هتقول لي طي أن الرب مش عارف آه عارف بس الرب نطاك لسان سيف زي ما حكينا من دقائق هذا اللسان تستخدمه غل مملكة الظلمة أو أي شيء آخر كانوا متورطين فيه من منحهم الحقوق القانونية يتمكنوا من البقاء في المنزل في المقام الأول خصوصا لو أنت اشتريت بيت في ناس مقتولين أو في ناس منتحرين أو في ناس ماتوا بطريقة معينة أو كانوا يمارسون السحر أو هنود أو 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 كل هذا يحتاج تتعامل معه بتدقيق طيب خلصت موضوع الحقوق الشرعية والقانونية راح أبدي بالموضوع آخر بعدين راح أعطي فرصة للأسئلة ترجمة نانسي قنقر